ينتكلموا على الأهلي اللي هو فريق القرن في إفريقيا تشوف الكادر تاوعوا ما همش لعبين ما همش لعبين سريين سيدي أجانب أين أجانب فيه أجانب واسمه من جنوب إفريقيا برسيطاو أه سني بلو هدك كنتكلموا على الأهلي الأهلي ولا زمانك يعني كي تشوف تتراجع بإفريقيا بيسير دونك أنا نظن المشكل ما راهش غير في المدرب المشكل راهو في المشكل راه في في المنظومة الكباروية لا ما شي في المنظومة الكاملة لكن على مستوى يعني الفرق سامحني مصطفى أنا نقدم ديلكي ناناليز ولا شاف الأهلي ولا الأهلي شاف روحوا باللي ما يقدرش يسيطر على القراء الإفريقية باللاعب المحلي لكالتي دي جوار نقصت يقول لك أنا شيون بليجين راح نجيب أجانب وله يقول لك ما بليجين راح نجيب أجانب لا ما عليش بش الأهلي يبقى أهلي في إفريقيا ما عليش لكن واحد الوقت الأهلي ما تقدرش تلعب في الأهلي استطاع دير واحد الوقت الأهلي كي كانوا الكبار كانوا لعب الكبار الفاريق الاهلي أنا رأي هذا ديرو مثالين في البوتو الأنغيزية ما يحبطت تحت المرتباسات سابعة باريكز تالمن كان فاريق بيانسر كان الاهلي cة دير دوركا لجيب تميز ملت بدل ده تريد بان جوار دو مان ما شكي ما في الزناني 90 ولا في الزناني ودبت دي عدد 2000 بالنسبة ليا هذا هو المشكلة. البلاد لا تريد أن تنتج لعبين كبار. حتى والوليون صح تقول عمر مرموش تقولي محمود هذا يلعب في نانت. لأنه يرى مثلاً حسام حسان هذا الأفرانسان هذا. وميه دو 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 سا فورم دو. كي كان يعني في أعلى مستوى اللي كان فيه ما يلعبش في نانت. ما يلعبش في نانت. ما يلعبش يعني نانت. ما نشعر في ذا كان جميك سميك مليح. جون سيبا واحد كي ما هادي خشابة كي كان ولا وسمه أبو تريكا ولا أحمد حسان هذا كل ميليو التيران هذا. ما يلعبش ما يلعبش في نانت. ما يلعبش ما يلعبش في نانت. ما يلعبش ما